موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية اهلا بكم نبدأ النشرة ببلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي الذي جاء فيه أن مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل فأمر بأن تفتح في وجه المصليين المساجد التي شئدت أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأوضح البلاغ أن عدد هذه المساجد يبلغ 26 مسجدا موزعة كما يلي 9 مساجد جديدة و13 مسجدا أعيد بناؤها وأربعة مساجد تم ترميمها فيما تبلغ الطاقة الاستعابية لمجموع هذه المساجد 15500 مصل ومصلية فيما تبلغ كلفتها الإجمالية 147 مليون درهم أكد وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابيت أن إعلان إسبانيا عن دعمها لخطة الحكم الذاتي كتسوية واقعية وجدية للنزاع حول الصحراء المغربية وبمتابة بادرة خير مبرزا أن الموقف الإسباني جاء لينضاف لمواقف مؤيدة للمغرب عبرت عنها العديد من الدول محمد الشاب والتفاصيل أكد وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابيت أن إعلان إسبانيا عن دعمها لخطة الحكم الذاتي كتسوية واقعية وجدية للنزاع حول الصحراء المغربية هو بمثابة بادرة خير مبرزا أن الموقف الإسباني جاء لينضاف لمواقف مؤيدة للمغرب عبرت عنها العديد من الدول ونقل الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر عن يائير لبيت عقب مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا على هامش قمة النقب قوله سنعمل سويا وفي إطار علاقة خاصة على مواجهة المحاولات الرامية إلى المسي بالسيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية وكذا الهجمات التي تتعرض لها البحرين والإمارات العربية المتحدة وفي مؤتمر صحفي مشارك عقب القمة الدبلوماسية بالنقب دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطا لضرورة بناء دينامية جديدة للسلام واتخاذ خطوات ملموسة تفتح آفاقا وعدة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط في موضوع ناخر دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي اليوم بالرباط إلى تعزيز البرامج الحركية لإغناء تجربة الطلبة والباحثين المغاربة والبريطانيين باعتبارها رافعة للتقارب الثقافي والفكري وأبرز خلال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المغربية البريطانية في مجال التعليم العالي المنعقد بالرباط أن الجامعة المغربية حريصة دائما على تكوين باحثين منفتحين على المحيط الدولي خاصة من خلال الإشراف الدولي المشترك على الأطروحات الجامعية بالرباط افتتحت اليوم شغل المؤتمر الثاني لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة تحت شعار الأمن الغذائي بإفريقيا في ظل تحديات التغيرات المناقية والزيادة السكانية ويتضمن جدول أحمالي هذا المؤتمر التنظيمي الثاني لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة احتماد النظام الأساسي للاتحاد وتحديد هيكله وليد حميدي علوي والتفاصيل تحت شعار الأمن الغذائي بإفريقيا في ظل تحديات التغيرات المناخية وزيادة السكانية افتتحت أشغال المؤتمر الثاني لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والذي يعرف مشاركة ممثلي أزيد من 17 بلد إفريقي ويكتسي موضوع هذا الحدث أهمية كبرى على اعتبار أنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية خاصة وتحت تأثير تغيرات مناخية وعدد من الظواهر التي تشهدها بعض المناطق ولاسيما إفريقيا يعتبر هذا اليوم فرصة لعرض تجارب المملكة المغربية فيما يتعلق بالسيادة والأمن الغذائيين من خلال تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر من أجل التطوير الفلاحي في العشورية المقبلة ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر التنظيمي الثاني لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتحديد هياكله دولياً نقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن بلاده قد توافق على وضع غير نووي رسمي كجزء من اتفاق لإنهاء النزاع مع روسيا زيلنسكي كشف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة مؤكداً أن الوضع غير نووي للبلاد هو أهم قضية على الجدول الأعمال الحمزة الخضر والتفاصيل كييف قد توافق على وضع غير نووي لإنهاء النزاع مع روسيا ذلك ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية كاشفاً أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة كما وصف الوضع غير النووي للبلاد بأنه أهم قضية على جدول الأعمال زيلنسكي أعرب عن استعداد بلاده لتكون دولة خالية من الأسلحة النووية باعتبارها النقطة الأهم في المحادثات الأوكرانية الروسية مشيراً إلى أنه مهتم بتوقيع اتفاقية جادة من شأنها أن تتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا توقعها الأطراف الضامنة أوكرانيا لم تمتلك سلحة نووية منذ العام 1996 بعد أن وافقت على التخلي عن ترسانتها النووية السوفيتية بشرط احترام حدودها بموجب مذكرة بودابيست أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن نحو أربعة ملايين شخص فروا من أوكرانيا بسبب النزاع وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أكد أن عدد الضحايا المدنيين للنزاع في أوكرانيا بلغ منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي وحتى منتصف السبت الماضي بلغ 2999 أشخاص بينهم 1119 قتيلاً و 1790 مصاباً حمزة الخضر في المتابعة نحو أربعة ملايين شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة رحاها بالبلاد بحسب ما أعلنت عنهم منظمة الأمم المتحدة فوفقاً لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا فإن 360 قتيلاً إضافة إلى 921 مصاباً سقطوا في منطقة دونيتسك ولوغانسك بينما سقط 300 شخص وقتيل واحد وأصيب 694 شخصاً آخراً في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية دخلت شعرها الثاني حيث قتل ألاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني وذلك منذ بدئفة للنزاع في الرابع والعشرين من فبراير الماضي تراجعت تسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بفعل مخاوفاً من تراجع الطلب على مصدر الطاقة الأبرز في الصين التي تشهد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدرزيو والتفاصيل أسعار النفط الخام تتراجع في التعاملات المبكرة لنهار اليوم مخاوف من تراجع الطلب على مصدر الطاقة الأبرز في الصين التي تشهد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا دفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برينت إلى التراجع بنسبة 3.75% أو 4.4 دولارات إلى 112.97 دولاراً للبرميل كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.08% أو 4.68 دولارات إلى 109.22 دولاراً للبرميل وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يبلغ 10 ملايين برميل يومياً وثاني أكثر مستهلك له بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي يبلغ 13 مليون برميل على صعيد النخر شددت منظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراع الفاو على أنه ينبغي بدل كل جهد ممكن لإبقاء تجارة الدولية في الأغدية والأسمدة مفتوحة لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية ومن أجل منع أو الحد من الآثار الضارة للنزاع على قطاع الأغدية والزراعة في أوكرانيا والاتحاد الروسي وأحدرت منظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراعة من أن المؤشرات الحالية تشير إلى أنه نتيجة لحرب أوكرانيا فإنما بين 20 و30% من المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية في أوكرانيا ستظل غير محصودة خلال الموسم الحالي دولياً دايماً ذكرت الأمم المتحدة تزامناً مع مرور مئة يوم على اجتياح إعصار الراي 11 منطقة من أصل 17 منطقة في الفلبين أن الإعصار أضطر على ما يقرب من 12 مليون شخص والحق أضراراً بأكثر من مليون منزل وترك عشرات الآلاف من الأشخاص مشردين حمزة الخضر والتفاصيل مئة يوم مرت على مرور الإعصار من هنا لتبدأ الأمم المتحدة بعد خسائر الفلبين والتي قالت عنها المنظمة الأممية بأنها قد أثرت على ما يربو من 12 مليون شخص فيما شرد الآلاف بعد أن باتوا بلا مأوى المنظمة أوضحت في تقرير لها بأنها قد قدمت مع شركائها في المجال الإنساني المساعدة إلى أكثر من 715 ألف شخص مضيفة بأنه حتى الآن جرى تمويل خطة الأولويات والاحتياجات الإنسانية بنسبة 34% بمبلغ 56 مليون دولار وتتمثل أولويات الاستجابة القصوى في الغذاء والمأوى والزراعة والمياه والصرف السحي بيان لمنظمة الأمم المتحدة عبر عن بالغ القلق بشأن حماية الأشخاص الذين يعيشون في مناطق عالية الخطورة في وقت تواصل فيه العمل مع الحكومة والشركاء لإيجاد حلول دائمة للأشخاص في مناطق حضر البناء معرض رمضان المغربي بفرانكفورت الألمانية يعرف إقبالا مهما من لدون الجاليات العربية والمسلمة التي اشتاقت للأجواء الروحانية والعائلية التي تميز شهر رمضان الأبرك روبرتاج مراسلتنا من هناك نديا يقين تقربنا من هذا المعرض عرف معرض رمضان المغربي في مدينة فرانكفورت إقبالا مهما من طرف الجالية المغربية والجالية المسلمة ويهدف هذا المعرض الذي ندمت جمعية أمانة إلى خلق فضاء الثقافي المغربي يعارض المنتوجات الرمضانية المغربية والعربية هذه الفكرة جاتنا لكي تبقى التقاليد المغربية حاضرة وخصوصا التقاليد الرمضانية التي تولفنا بها ونحن صغر وشكرا بزاف للجالية المغربية الذي لقاحه دور كبير في مدينة فرانكفورت معرض رمضان المغربي الذي يعد حسب المنظمين أول معرض على مستوى ألمانيا هو أيضا مناسب لتقريب البعيد وتذوق المطبخ المغربي من خلال عرض المنتوجات المغربية من مأكولات وأزياء وتجميل شرف أننا متواجدين معكم جبنا لكم بزاف تشيوهات المغربية اللي كان ناس ما كيلقاوها ودك شي حضا عني من الخليع من شباكيا بريوات قاعدك شي تالي المدينة القديمة در الصيف ودك شي جبنا لنا بشكل الحمد لله لمأيد المغربية أنا متواجدها هنا في ألمانيا في قلب فرانكفورت موسيقى بضاء المعرض كان أيضا مناسب للالتفاف حول العالم الوطني المغربي والتأكيد على الارتباط بالوطن وأيضا شرف الانتماء إلى بلد تميزه ثقافته وتاريخه ورمضان مبارك سعيد موسيقى تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية عموما والمغربية على وجه الخصوص يوم غد الثلاثاء إلى ملعاب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء الذي سيحتضن مباراة أياب الدور الحاسم المؤهل إلى نهائية كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 حيث تميل الكفة لأسود الأطلس بحكم انتزاعهم لتعادل ثمين في كنشاصة واستقبالهم لضيفهم في ميدانهم وقبل هذه المواجهة الحاسمة يستعد مركب محمد الخامس لاحتضان هذا الحدث إذ يصهر المنظمون على توفير الظروف المناسبة للعبين والجماهير والإعلاميين المغارباء والأجانب كانت هذه آخرة مودي نشرتنا تفاصيل ووفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني inventcat tv.ma شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم